اشتركوا في القناة اسلام محمود برحب بك يا اسلام اسلام احنا عارفين ان انت سبت بصمة قوية جدا في مجال الجلود فعايزين نعرف انت بدأت من امتى تقريبا كده سبت سنين بالزبط ست سنين طيب انت ليه اخترت الجلود بالزات يعني ليه اخترتها بالتحديد والله انا بحب المجال اي حاجة فيها فنون المجال الفني بشكل عام يعني ودخلت بيها عند رئيس صدفة وانا كنت قبل كده بشتغل في الرسايكل وعاية التدوير فقد فيها حاجة كده عايزة اطعامها بس بالجلد فمجرد ما طعمتها بالجلد دخلت في الجلد حبيت الموضوع طيب اسلام احنا نهاردة عايزين ننسى خالس سنينة وزي وعايزة ابدأ معاك دلوقتي انت هتعلمني ازاي اول حاجة هتقولها لي ايه بالنسبة لل او يعني انا دلوقتي عايزة اخذ عندك كرسي في الجلود هتقول لي ايه اول حاجة هو اول حاجة يعني نتعرف على الجلود ايه هو الجلود يعني أول حاجة هقولك مثلا إيه هي أنواع الجلود؟ أنواع الجلود هو الجلد الطبيعي إحنا هنكرر على الجلد الطبيعي بس الجلد الصناعة من أجدعبية الجلد الطبيعي هو الطبقة الخارجية في جسم الحيوان أي حيوان بيتدبح بيتسلخ بيطلع منه الجلد التاعه أنواعه بقى كتير زي الماعز الداني فيه البقري فيه الجموسي فيه جلد الجمل فيه حاجات زي الزواحف التمساح التعبان دي حاجات نادرة شوية لكن الشائع هم ما سابق ريب إحنا نسمع برضو عن حاجة اسمها تقنيات الجلود إيه تقنيات الجلود وإيه أنواعها؟ تمام تقنيات الجلود هي عبارة عن حاجات إحنا بنعملها عشان ما يبقاش شكل الجلد ستاندر كده بتطعيم تشكيل في زورافة عليه بتتقسم لحاجات كتير كلها فيه حاجات أغلبية هند ميد وفيه حاجات بيعملها مكان تقنيات الجلود مثلا حاجة زي كده هنبدأ بحاجة صغيرة زي دي دي شنطة عليها تقنية زي مثلا الليزر ده مكان بيتعمل ناقش كده على الجلد وإحنا ممكن نلونه مدى ما تبقى الشنطة سادة بنحاول نلونها ونشارع لها طيب إسلام هو لون الجلد أصلا بيبقى لونه إيه في الأول؟ يعني هل بيبقى بني ولا لونه إيه في الأول وإنتوا بتبدأ تصبروه؟ تمام هو الجلد الطبيعي بينقسم لكسمين فيه جزء منه بيتدبر دباغة نباتية بيبقى لونه بيج فاتح زي أول شنطة دي أو زي المعلقة دي أوكي طيب إسلام أنا كنتش عايزة أعرف الرسمة دي أنتوا بتعملوها إزاي على الجلد؟ دي بقى تقنية اسمها تقنية الدق اليدوي دي عزي الدق على النحاس كده كل دواء دق بالإيد بيبقى عن طريق إحنا الجلد ده بيتبل ولما بنبل الجلد بيبدأ يبقى يتطوع معنا يبقى عامل زي العجينة كده شهر سهل التشكيل بنابدأ ندق عليه بثنابك معينة بإنعمل البروز اللي فيه ده بتاخد منك وقت قد إيه؟ دي اتخذت معي تقريبا خمس أيام خمس أيام طيب أنا أحب أبدأ كمان بالتمسح ده تبدأ عليه جميل جداً تكلمني عنه دي تقنية هو كمان أنا عايزة أوريها لأستاذ المشاهدين يا جماعة هو يعني جلد على أساس أنا وما شفته بصرحه فتكرته إنه رزي ما يكون رخام أو يعني يعني لا مستقنية يعني نيشف لكن هو يعني دليل إنه هو جلد طيب تكلمني عنه أنت عملته إزاي؟ دي تقنية حديثة يا تقريبا ما حاجش لسه أشتغل فيها اسمها تقنية المجسمات المجسمات دي بتتعامل برضو من الجلد النباتي اللي هو قبل للتشكيل ده اللي احنا ممكن نعمل زي أوالب ونجسم على الشكل اللي احنا عايزينه طيب جات لك فكرتها يعني فكرتها دي جات لك مني؟ أنا كنت شغال في الرسايكل في حاجات زيها شوية فهي في دماغي بس أنا يعني خدت وقت طويل على البال ما إيدي يعني حصل لي زي ممارسة للموضوع وبدأت تكسب شوية خبرة وفهمت يعني إيه تكتها إزاي أجلها منين؟ طيب إسلام إزاي يعني الحاجات البارزة دي بتقدر تعملها في الجلد؟ ده أنا مارست عليه برضو تقنية الدق البارز اللي أنا عملتها في المعلقة دي خد منك وتادي التمسح ده؟ حوالي أسبوع 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 طيب نتكلم عن الباقي يعني أنا شايفة كمان الشنطة دي دي تقنية التطعيم بماتيريال مختلف أنا هنا أضطي لها النحاس النحاس والنحاس دي أنا لسه متعلمه قريبا دي أول كتعة أشتغل فيها في النحاس بإيدي ده طرق يد قوي برضو يعني أنت برضو لناحة كتعة النحاس؟ اه أنا نحتها من إيه تزد من ألف لليه النحاس ده دي أول حاجة لها في النحاس أول مرة أجرب نحاس في إيدي والحمد لله يعني يعني هاب ده مش طيب إسلام أنا شايفة هنا لون الجلد أخضر اه ده الشق التاني من الجلد إحنا قلنا فيه دباغة لليه النباتية بيطلع كده وفيه جلد بجلنا من المتباغة ملون كده ده أنا ما سبقتوش هو فيه منه الأخضر والأخضر يعني فيه جلد ممكن تجيبه ويملون كده بالظبط فيه جلد جلنا ملون من جلد كده طب نتكلم عن الشنطة دي ديت برضو ديت ده جلد جمل معمول دباغة نباتية وعليه تقنية الحرق والتقبيب دي تقنية اللي احنا بنعمل حرق على الجلد بالكوية ما فوش ده بنجيب كوية زي كوية اللي حم بتعطي الأصدير بس كوية يعني برفيشنا شوية متقدمة شوية وبنبدأ نحرق عليه ونقبب من تحت الجلد الجلد برضو اللي ما بيتبل ممكن ندوس عليه من تحت كده يعلى شوية طيب إسلام قبل ما نستعرض بقي الشغل أنا حمب أعرف دلوقتي أنا هبدأ معيك انت خلاص دلوقتي هتعرفني أنواع الجلد بعد كده بتقولي إيه بعد كده بنتكلم إزاي إحنا نوظف الجلد يعني إحنا عندنا من قوض الفرعنة من الجلد طبعا من قديم الأذن نصبت كان بيعملوه مثلا معطف دروع للحروب صندل المالك توت عن أخي مؤون كان عنده صندل عليه نقش بالدق والتقبيب عليه الأعداء بتوعه من الأحباش ومرسومين وميتلونين فالموضوع قديم مش جديد يعني الفن أصله يعتبر نحنا برس شوية بتقنيات شوية تولز حديثها مش أكتر لكن هو موجود عندنا فإحنا إحنا مثلا لازم نتعرف إحنا إيه اللي ممكن نديفه للجلد أو إحنا إيه ممكن نطوع الجلد بإيه الأساليب الثانية إحنا ممكن نعمله مثلا خشب زي الشونة ديت ديت ده جلد جنبها خشب خشب وده كلكشنا نعمله مسامي علاء الدين يعني عمله بستايل قديم شوية عملله حتى الإفال بتاعطو بطريقة لكنها حاجة طالعة من السندبيات كده وكلكشنا ده نعمله تحدي إنه ما فيهوش إبرة وفتلة يعني الشونة دي كلها دي والمجموعة في منها الأحمر طب معلش نوف على كلمة بس ما فيهاش إبرة وفتلة يعني إيه يعني مش حاطت فيه خياطة ما فيهوش غور زي طيب أوكي وما لنت مقفلها إزاي يعني ممكن تفتحها لي بس يا إسلام عليش بتتقفل بالمصامير آه مصامير مصامير ولز يعني الجلد ملزوء طب ملزوء بكل إنجليزي طب المصامير دي ما تتفكش معه لا مستحيل تحت كل مصمار فيه مصمار حاجة اسمها زي نصدق اللوز تحت كل مصمار ده فيه مصمار ربط بس ده بتكفر لي من دري وطبعا متينة زي حديد أنا بديها للعميل بضمان يعني إلا فاشفة حتى الحزام نفسه معمول بالمصامير ومتسبت هنا برضو تحت ده فيه مصمار بيلة أنا شايف أن إنت عامل كازالون من نفس الدزاين آه أنا عامل منها الأحمر والبني والأخدر أهو وفيه تحت هنا المدور منها فيه منها البيج وفيه منها دي أهي دي الصغيرة بتاعتها برضو كل ده اللي هو من غير إبرة وفتلة أنا على فاكرة بدأت تستخدم تقنية إن أنا أشتغل من غير ما حط إبرة وفتلة في صندل هتلاقي صندل تحت هنا اللي هو على هي الريشة ده لست عامله قريب جدا برضو ما فيوش إبرة وفتلة من إيت وزاد وماتين زي الحديد وبديه بضمان يعني بنحاول إحنا نغير المفاهيم ونغير المدارس اللي إحنا اتعودنا عليها إنه نعمل إضافة لعالم الجلود يعني إيه اللي نقدر نغير كده فيه مثلا بنحط له الريزن اللي هي العمل زي الأحجار الكريمة دي دي حاجات هند ميد يعني فيه فنانة صديقة ليا بتعملها اسمها سماح أنا بحب يعني بتعمل اللي هي الريزن ده بتعمل زي عين تمساح عين حسب مع العميل ببعا وده برضو فيه اللي بيعمل الخشب دوت فنان صديق ليا من زو الهمم هو من الصم والبقم بيعمل كل شغل الخشب دوت بيعمل عليه ناقش اسمه مجدي واللي بيعمل لي النحاس ده برضو كان الأول يعني كان فيه ناس بتعملهم كده فالجلد ممكن ندفله أي ماتيريال بيتجاوب معاه يعني فيه حاجات فيه شنطة تحت السلام شايف يا فلد تقريبا أن هي هنا عليها إيتامين عليها خيش فيه حاجات ممكن ندفله ماتيريال تاني تشكل فيه طب إسلام انت بتجيب أفكارك منين أنا شايف أن انت ما شاء الله يعني أفكارك متنوعة جدا يعني من دونهم حتى التمساح أفكارك دي كلها جاتلك منين يعني هي برضو الخبر يعني أنا أول طبعا اشتغلت الحاجات السمبل قوي زي المحخوف بعد كده دخلت في البرتفيل والحريمي بعد كده دخلت في حزام بعد كده دايما بحب أدور على أي جديد يعني بحب أشوف الناس ماشي إزاي وانا بمشي ناحت تانية طب نقدر نقول برضو إن الجلود فيها موضة يعني مثلا سنة 21 إيه الجديد في الموضة في الجلود؟ يعني دلوقتي فيه اللستال البوهو ده اللي هو فيه الشرشيب ده ده بدأ يطلع دلوقتي والل هو يعني الحاجة اللي هي الراندوم شوية اللي هي يعني عشوائية بقى مفهاش يعني مثلا شنطة زي دية فيها مثلا شغل سري دي الطايجر النمر اللي فيها ده تحس إنه طالع من الشنطة حينطل هي دي تقنية الدق بس منضاف ليه حاجة اسمها التوريق إنه بيقى سري دي شوية طالع منه بارز بارز بس بارز أوفر يعني بارز بزيانة طب بتتعامل إزاي؟ بتتعامل بصة حشرح على المعلقة هنا واضحة أكتر اللي مش عارف تطلع على الكاميرا كده ولا إيه؟ الجناح دوت اللي هو الريش ده أنا لو حطيت صبع كده بتحس إن الجلد متأشر إحنا بتجيب قطر طبي زي بتاع التشريح أو هو تقريبا هو بتاع يعني بتشرحه برده؟ بنشرحه أه بنشرحها كده حده متورق كده وطالع منه الحاجات دي والتقنية برده اللي طالعة جديدة اللي هي التطفير دي قديمة قوي جدا يعني يعني أهلينا في أسوان عندهم براعة ما شاء الله عليهم في حاجات الدفاير ده وإحنا بنرجع الحاجات التراسية تاني يعني بحاول أرجع الحاجات القديمة يعني الشنطة الصفرة اللي تحت دي دي استير فرعوني خالص اللي هناك دي ومبتع عليها عليها نحاس جعران من النحاس هناك أول واحدة ديت تحت أهو عليها جعران من النحاس وبنحاول إن برضه نشوف تاريخنا وحضاريتنا وندفل على مدينة طيب إسلامي أكتر حاجة شايفها البنات والستات بقى لأن الحاجات دي كلها بنات والستات فيه حزام أول الرجالة ومحافظة بس هنتكلم مع الستاتات فيه حزام حريبا أكتر حاجة بيطلبوها إيه منك في الدزاين بيطلبوه برضه يعني بيبعدو عن الستاندر يعني الستاندر مال الفترين اللي هو الحزام التقليدي العادي لكن لما حد بيجي يطلب مني حاجة بيطلب مني أغرب حاجة ممكن تتخيلها زي إيه الغريب اللي قابلك كده حد قالك أنا عايز حاجة وطلعت غريبة زي دي مثلا يعني اطلبت مني نتيجة نتيجة اه ونتيجة يعني طبعا الجلدة طبعا أنا بوظف إيه حاجة يعني ممكن نعملونه أبجورة النتيجة بس مش نتيجة تقريدية يعني حتى هي الشكل اللي عليها النتيجة دائما يبقى عليها مثلا عام سعيد بتاع لا دي عليها لوحة وعليها لوحة يعني غريبة هما اللي طلبوا منك الرسمة على النتيجة ولا أنت العامل الدزاين بس أنا عملت نتائج يعني كاتسيمبل شوية عن كده بس أنا حبيت عمل الرسمة دي اللي بلاش اقول لي يعني طيب كلمني عن الشنطة دي الشنطة دي دي باي أوردر دي معمولة بالطلب دي العميلة هي اللي طلبها الدزاين بس أنا أضفتها لحتيت المفتاح دوت على فكرة يا معها بوظفية لو حددك فتحت اللسان ده في بوظفية معها عليها أسامي ده برضو تقنيهة الحرق يعني أنت كمان ممكن تكتب الاسم لأي عميل عايز دي نعمله بالإيد كده يا دي نصح حتى عمله بالحدي بسرعة كده طيب أنا عايز أسأل عن حاجة بقى يعني أنا شايفة هنا لون الجلد كله بني تماما الأخضر ده بتعمله إزاي والأحمر ده دي تقنية التلوين في حاجة اسمها ألوان صبغات أسباني النازلة جديد دي بتبديني بنلون بها وفي ده في صورة تشف الجلد يعني كان الأول في صبغات اسمها أكليريك وصبغات مادية دي حاجة بلون نطلع منها إنها بتعمل زي البهية كده عجل لكن عليك لو بسيط المفتاح تليمي تلون بس تشفيف طيب أنا برضو دي خياطة ولا دي فيها أغلبيتها كلها يدوي وفيها تقنية حاجة اسمها التدكيك يعني أنا مخياطها بسيور جلد ومخياطها يدوي بالإبرة والفتلة أكدناها ما كانت خياطة طيب إحنا برضو عايزين نتكلم عن دي دي رسمة دي رسمة معمولة بحاجة اسمها اتباع بالألوان اتباع بالألوان يعني زي الليزر كده بس بينزلها بالألوان ومستخدم هنا فيها شجر خشب البمبو في الإيدين ده إيدين خشب من البمبو دي خشب البمبو ده بيتعمل منه الكراسي ده بيعامل منها الإيدين والجلد بتاعها معمول جلد شموع المقلوب ده جلد جمل مقلوب بنستخدمه على ظهر فبيديني شكل الشموع دي برضو تكنية جميلة قوي اللي هي التباع على الألوان دي نزلة جديد برضو حاجة حديثة مدرنشو طب إسلام إحنا كسيدات أو يا بنات إزاي نقدر نحافظ على الجلد أطول فترة عندنا في عندنا حاجات اللي هي للسيانة الجلد بيقعبار عن مادة كده حافظة زي البوليش بنسميه بوليش بنديله لعمع مثلا كل فترة كل ما ييد فيه بتاع بيرجع زي ما كان أكنه جديد لو زي تمسح ده يعني بيلمع شوية قوي طيب لو عندنا تمسح ده في الشقة إزاي نحافظ برضو عليه هو الجلد طبعا لا يبلع يعني هو يعني مثلا فيه ستات ممكن ترش عليه مثلا عادي أنا عامل ان هو لو غطس فما مش هحصل له حاجة ما يجررهش حاجة هو هتكفر يعني المسام بتاعت كلها هتقفرت بالمادة العزلة دي لكن فيه جلد زي البول أب ده ده اسمه البول أب اللي هي التقير الجلد ده ده يعني لو تبقى حيبان فيه البقعة لسه ما تحطلش فينش إحنا بنختار يا آية لأ طيب نقول إسلام إيه أكتر الصعوبات اللي قابلتك كده في مجال الجلود في الخامس سنين اللي انت غبرتها طيب هو يعني من ثلاث سنين كانت فيه عندنا مشكلة جامدة قوي اللي هي التولز العيدة دول أدوات كانت مشكلة وكنا بنعملها على قدينا وبنفصل وكنا نعضي الفرج على الأجانب جايبينها منين ونجيب من برة دلوقتي يعني في السنة اللي فاتت قوي اللي قبلها الحاجة دي بقى تتوفر ومصر من الدول الرائدة في تصنيع الجلد وتصدير الجلد حتى بنصدر الجلد لكل العالم فجلدنا كويس فكانت المشكلة في التوزل الحمد لله العيدة دول أدوات كل المدى بتتسهل والماتيريا البتاعنا بدأي على فبالتالي كفاءة المنتج بدأت تتحسن فالحمد لله المشكلة بقى اللي فضلها مشكلة التسويق التسويق المشكلة العالمية عندك طبعا احنا شغالين وبنحاول حتى يعني الناس اللي بندربها نعلمها ازاي يعمل بيج وازاي يشتغل أونلاين وازاي الرئاسي البرة بس برضو ما زالت طبعا انا كنت عايزة اسألك في النقطة ديت انت ازاي دلوقتي بدأت تتسويق المنتجات بتاعتك أونلاين انا بدأت انا عندي عندي ستور بتاعي محل في كلباطرة بس مش معتمد عليها اعتماد كل اعتماد كل أونلاين لان الأونلاين اللي يجيب لي يعني فيه هنا كوليكشن كامل ده باي أوردر طارع شار انا مستحيل الناس اللي في شار ميدي كان هتجيلي كلوها اسكندرية هتجيلي عن طريق أونلاين يعني استأذنت منهم بشكرهم عشان قطلهم يعني سيبودي المنتجات بس أطلع بيهم الحلقة طب كويس هلنطلع بيهم الحلقة بعد جدا رجع مزلط فالونلاين هو المستقبل طيب اسلام احنا عارفين كمان اللي انت بتدي دورات تدربية بتديهم فترة الكورس بتبقى فترتها قد ايه يعني بيقى ستة حصاص كل حصة حوالي أربع ساعات ما بتقلش أو ثلاثة يمن ثلاثة أربع ساعات بنلملهم فيها الأساسيات يعني اللي هو إزاي يعمل بورتيفي كويس إزاي يعمل شنطة كويسة محفظة إزاي يعمل البطرون إزاي يفصل إزاي يصبغ الحاجات الأساسية وفيه اللي بيعايز كامل بديله بقى دورة التقنيات إزاي يعمل اللوحة بقى إزاي مع المعلاقة إزاي يعمل رسمة كده ايه أكتر حاجة قبلتك من المتدربين لقيتها صعبة معيهم اللي هو تقنية الدق اللي هي الحاجات البرزة دي دي لقيتها صعبة بتواجههم ودي تبقى يعني مش كل الستات عندها كده عايزة تركيز عايزة حد عنده خلق عايزة حد بيحب الموضوع فيه ناس شايفاءة بتبهر بالشكل بتقول لك جميلة أنا عايزة تعلمها ومجرد ما بخشي لايه نفسه هو ما عندوش الخلق كبير يقعد خمس ايام في رسمة بتعمل إيه في الحالة دي؟ لا بييجي بالتدريب واحدة واحد أنا متعود يعني عندك صبر ليهم لا لا متعود الحمد لله مدرب أول ألفين سيدة طيب أنت بتقول سيدة إذن أنت كل اللي بتدربهم ستات ما فيش رجالة بيبقى حبيني 99% ستات شابول الستات دربت رجال بس يتعدى عصوبة وعلى فكرة الرجال اللي دخلوا المجال ما شاء الله يعني هما دخلوا ووصلوا وبسرعة لأن الرجل بيبقى مركز قوي ومتخصص لكن الستة دي عندها مشغوليات وعندها البيت مش فاضي عندها حاجات تانية لكن الرجل يعني خلاص بيفرغ نفسه أنا كنت شغال في مهن كتير قبل الجلد أول ما دخلت في الجلد فضيت كل حاجة يعني يا دماغي كلها أي معايش على الجلد طيب بعد ما بيخلصوا الكورس بتاعهم بتتابع معهم يا إسلام يعني مثلا لو قابلتهم أي مشكلة للنهور والله للنهور قاعد معهم طبعا بيجيوا لي المحل وساعات بيجيوا لي الكورس تاني وساعات يقعدوا معنا حصة زيادة بيبعتوا لي شغلهم بشايل لهم شغلهم بعد الناس الكويسة فيهم وكذا بنبدأ لأصدقاء وفرينت على طول يعني الموضوع مش منتهم أول حاجة بتبدأ معهم تقول لهم إيه يعني أنت خلاص هتبدأ معهم الكورسة هو أول حاجة بتقول لهم إيه أول حاجة بتكلم يعني أهم حاجة إزاي نبدأ صح ونبدأ بالجودة عالية وبعرفهم الموضوع يعني وعد أتكلم معهم تحاولي مثلا ساعتين تلاتة يعني إيه جلد فبيعي وموضوع التقنيات اللي إحنا تكلمنا فيه ده إزاي نستخدم تقنية التطعيم بالنحاس أو بالأحجار الكريمة أو بالدأ أو بالحرق أو بالليزر بحاولي بعدهم ثقافة شاملة عامة إنه هم يعني ما يبقاش الجلد قبرة عن إبرة وفتلة وصور يعني فيه فيه ناس بتروحات مثلا عند بتاع الليزر يقطع لها الجلد ويخرمها ويعمل لها زي البازل كده هو كل اللي بيعملوا نهو يجمعه ده مش هم مش الجلد طبعا مش كده طب إنت بتقولي إبرة وفتلة طب إنتو إيه الأدوات بتاعتكم اللي إنتو بتتخدموها الأدوات بتاعتنا يعني إنت قلت لي هنا مشرط آه أنا فاكريها آه لا فيه شاكوش وفيه جريمبورد وفيه مسترة وفيه البرجة الاسم برجة العلام بنعمل بيه موازيات ودوائر وفيه تولز خاصة للدأ وفيه تولز خاصة للحرق يعني الأدوات كتيرة كتير جدا وكل تقنية لها تولز بتاعتها يعني فيه الأوالي ديات لها تولز لها عدد الصندل دوت أنا عملت الصندل دوت لها عدد مخصوصة ليها وليها مكابس عشان الطبقات أنا بحب أعمل حتى المعل ثلاثة أربع طبقات جلد من غير حاجات رابر أو كويتش كده كلها جلد طب إسلام أنا حابة تكلمني عن الشنطة دي اللي هي عليها البقرات اللي أحب الأو أيها دي برضو شنطة معمولة من جلد حاجة دي تقنية اسمها طباعة طبعة التمساح إياه مش طبعة إياه مش تمساح بس محكاة لشكل التمساح طب ده نوع الجلد إيه دوت بقري 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 أه وعليها مفرغ لها وحطط لها تقنية الدق والتقبيب والتلوين وعمل لها حاجة اسمها تقنية التزهيب اللي احنا مذهبينها وعليها نحاس ومتتعامل باية كيها بتتلبس على الظهر بتتلبس بتتفكي كده بتتلبس بتتلبس كت أه وبرضو عمل لها تزهيب في الجدل بالسيور دي تقنية اللي هي جدل بالسيور كده وهي حاجة سمبل بيلبسوها لبنات الصغارين اللي أبطى قبلها معها خاتت منك واتا قد إيه لكات عادية برضو مش أقل من أسبوع أنا المشكلة لنا بطيق جدا في شغل يعني بطيق بحي يعني ما بعرفش أنتهي إمتى عندي مشكلة لنا إيه أسيبها إمتى يعني ممكن أشتغل وخلط وبينا أرجع لها تاني يوم وعمل فيها تكات وعلينا بصيلها كده لا لسه وعد فيها 3-4 ساعات تاني بحاول أن أنا أطلعها يعني على قدر الإمكان بأعلى حاجة تقدر طب الشنطة ديت أنت اللي حددت الدزاين بتاعها ولا البنوتة هي لاريت لك أنا عايزة شنطة بالمواصفات كده لا دي مش باي أوردر دي أنا عملها كده دي أنا عادت فكر فيها وإن أنا مختار الرسمة ومختار التزهيبي اللي هو في الجنب دوت يعني ده طبقة اللي تحت عملها بماية تدها أنا اللي عمي فيها كل حاجة خدت منك وقت قديتي برضو ما قلت حددك طريبا يعني مش فاكر ولا بس يعني بتاخد وقت لأن أنا شايفة فيها شغل كتير يا سلام فيها تقنيات كتير فيها كذا حاجة الشنطة اللي عليها الطايجر دي التطفير والحاجات دي خدت وقت طويل في الدفاير وفي السبغة أنا عمل لها فيديو مختصر ومثلا فيه مراحل كتير قوي في شغلها هي واللي عليها المفتاح والحاجات دي الحاجات السهلة اللي هي الخيوطة اللي هي الستاندرد أما احنا كنا هنتكلم بقى عن حاجة للرجالة شوية يعني عشان ميزعلوش مننا بص الراجل المنتظرات يعني بسيطة خالص تنجل دا دي حاجة بسيطة خالص اهي بين خياطها دي ممكن تاخد معايا ساعتين زمان ساعتين وانت تأمل وعند اليد كلها بالإيد كده دي خياطة يدوي أه واخد خياطة بطريقة الكورسات ودي الخياطة الميدة اللي هي بالطريقة المكان بس انت عامل كذا لون برضو يعني انت مدلع برضو الرجالة مش هنقول لا اه لأ كل حاجة اه احمر واصفر وهفان طيب انت عامل رسمة وريني الصفرة ايوة دي باي اردار دي عليها علامة البيجو صاحبها توكيل بجو بتاع فقالي عامل لي علامة البيجو مش تريد مارك يعني هو اشعر في الشاكل اه من جوة كلها صف برضو كلها هنقول انا عايزة عارف علامة البيجو دي عملتها ازاي برضو نحت اه دقء بارز دقء بارز انا سبخته نفس الدرجة دي نفس الدرجة درجة عملها بتقنية اسمها الديجردي يعني من جوة فاتح وبعد كده بغمق بغمق زي كده طيب عملتها ازاي بقى يعني ديت انت بتقولي الديجردي يعني الوان درجات تدريجي سبختها ازاي بس بغا في حاجات بنصبوها معنوها بالستفنجا السفنجا والساوغة بقيتنا السفنجا وفي حاجات باعداء اسمها الارفراش زي بتاعة الرش كده زي بتاعة مسدس الدوكو بس سميني خالص مين صغير كده بنرشها بي بقى بنرش الطبقة الاول فتحة وبعد كده اغمق على الحروف وهكذا يعني لو حبت يا اسلام مثلا تعمل كتعة واحدة مثلا المحفظة فيها لونين بتقدر تتحكم فيها اه ممكن نعمل اربع خمس الوان وارا بعضهم الدرجين كده ازاي بقى زي الوان الطيف كده ايو اصلا انا حاب بعرف ازاي دي بندل اول حاجة اسمها ارضية يعني بديها الاول لون فتح خالص اللي كلها كلها اه وبعد كده ابدأ بننص اللي مثلا التاني رح مديها الدرجة اللي بعدها ورح برضو لحد فوق بسفينجة برضو لا بالاير براش انا عملتها بسفينجة بس ما بتطلعش بتكنية المسدس ابدا يعني بتبقى دايما المسدس اضاق يعني في حاجات احنا مثلا بنعمل بيها فينش الحرف ده بنعملها بخشب التنعيم مع انوال لكن في حاجة اداية مثلا اسمها الدريمل اللي هو عامل زي الشنور بتاع الاسنين حاجة دقيقة قوي شنور رفيع كده بنحطوله طرق بننص قد كده ونبدأ بيدي بيدي لمع جميلة أو بيدي فينش محترم قوي بتحتاجوا الدقة في شغلكم ما هي دقيقة جدا هي ما يقولها عليك الناس اللي هو ما بيلقوا منها او بيطلعوا بسرعة اللي هو بيزهق من الدقة اللي هو ما عن اطلع بيكتشف نفسه وانه ما عندوش خلق اجامد زي اللي بيستغط كده فيه ناس بتستضي فيه ناس بتزق وتمشي معني تبقى سمكة خلاصة ايه هي نفسك طيب انا شايفة كمان عامل حزام احزامة للرجال عامل حزام رجالي وفيها حزامة حريمي الحريمي بفقية هو فيه حزام طريب بس طريبا في الشنطة دي برضو فيه حزام حريمي الحزام حريمي كبير بقى اللي هو العريض اوي ده وفيه توقن حاس كبير كده بس هو شنطة من دول طيب كلمنا عن الحزام الرجالي معتقد الرجالة بنلازم يجي الحزام يكون جلد متين اه يجر بالعربية لما تعتقد هو اكيد فبنعملهم من اضخن جلد بيقى 4 ملي 5 ملي وبنلونه هو برضو الرجالة يعني بسيطة اسود بني ما عندهمش علوان كتير زينا طيب اسلام احتسك ايه بقى وانت وقاعد كده بتدرب السيدات احنا قلناها ما فيش رجالة كتير لا فيه 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 بس قوليلي احتسك بقى ايه وانت قاعد بتدرب والله انا بحب دايما ان اللي داخل عندي يستفاد يعني بحب انا اه باخد اجري وكل حاجة بس بحب ان بفيه مثلا علم ينتفع بي بحب ان الناس دي يبقى تشتغل وتفتح بيت ويقاليها داخل تاني يفتحهم مشاريع متناهية الصغر يعملوا فيه الحمد لله الناس عملت مصنع فيه ناس عملوا الجروب كله طلع عمل برند هما التلاتة مع بعض بحب اوي الموضوع ده فيه ناس عاليت ومشاء الله وصدرت برا فيه ناس كتير شغلها برا مصر دلوقتي بفرح او بحاجة زي كده لانهما فيه نتيجة يعني الموضوع بقى ليه هدف انت بتعمل لهم تيست اختبار مثلا على اساس ان انت تشوف وصلوا اللي بالكامل لازم هم ورقة حصة حصة لازم يعني احنا بنصلا نعرض اخدنا المحفظة اخدنا نص الخطوات يروحوا ويعملوها قدامهم 3-4 يام يجولي بيها معهم محفظتين عندهم اخطاء معينة نرجعها مع بعض ناخد اللي بعده لازم هم ورقة حصة حصة لو لقيت حد قدامك ما استجبش عادي بس بعيد مرة واثنين وثلاثة واروعة لحد ما شوفه هو عايز ايه ما فيه ناس هو برضو جاي يعني فيه ناس بتبقى جات السلة جاي تطلع من المود جاي تعمل حاجة تضيع وقت لكن فيه ناس عايز مشروع اللي عايز المشروع ده وعايز يعمل انا ما بيسيبوش بيبدأ معنى اخي الله حصة بيقدر بعد الفترة التدريب بيقدر يوصل مثلا لقطعة زي دي او قطعة زي دي اه اه عندي نمازج مشرفة جدا عندي حاجة تفرح جدا جدا وفيه ناس من اول يعني على طول ما شاء الله الاقي في باب عار بقى ده بيبان بيبان من الموداء اه لا بيبان ان هو ما شاء الله نابقى طب انا عايز اتكلم على الشنطة الحامرة دي الشنطة الحامرة دي اتت معمولة برضو من ايه كليكش انا لاقي دي انت عامل كمان منها اخدر في منها اخدر اه وفي منها احمر دي تليها المدورة اه نفس القصة برضو جلد اسمه جلد بول قط بتطلع جديد احنا هنا بمستخدم جلد موفر شوية اسمه جلد الجبهة يعني الجلد التعرص بس بيتبقى السمكة بتاعته اقل شوية غير جلد الضهر وبيبقى سعره اقل شوية فبتبقى الشنطة كلها يعني كلها على بعدها مصلا ربعمائة خمائمائة جنيه في متناول الجميع يعني بيتنافس حتى الصناعي وفي نفس الوقت كلها هندميت طب بتعملها زي من دوري يعني بيتلفها على الخشب دي خشب برضو اه دي خشب كل جنبها خشب انا مش عارفها درامسكة ولا حارة نخليها هي الكاميرا جايبة حالنا طيب بتبقى كلها خشب وبنلف عليها الجلد وبنعملها جيوب داخلية كده والخاضر اللي جنبك نفس الحكاية دي اه لا دي اه دي نفس الدورية برضو نفس الكسر انا عايز اتكلم عديدتك بس عن الشنطة دي عشان الشنطة دي شغل لانا شوية بحب اخوف بها الناس الشنطة دي معمول فيها تقنيات كتير قوية انا بقص بقى انت اول حاجة هنتكلم عنها ان هي كزا لونة عملتها لنا ازاي اه دي هي دي تقنيات الدجرة دي الدجرة دي انا دي عملتها معنول دي بالاسفنجة بالسبونش كده من غير برش ولا حال برضو عطلناها ارضية صفرة وبعد كده باتكده الرجلون الاخضر في زيتي اخضر غامل وبعد كده عملت تقنيات حاجة اسمها 3D اللي هي التوريق متورقة يعني كل ده جلد اللي يشوفها يحس ان فيه طبقتين انا فعلا انا افتكرت حاجة عاملها ولزقها فوقيها لا هي كلها جلدية واحدة دي تقنيات التوريق وتقنيات الدق طبعا والتلوين والتقبيب وهنا برضو استخدمنا الريزن الفنانة سامح برضو صعدتني حطيت العيون بتاعتها وهنا عملنا خيطة بالالوان الخيط نفسه كل غرزة بلون وهنا دق بارز طب اسلامي احنا نمسك الوش بس الاول هو الوش مرعب شوية انا عايزة غش منك اكتر حاجة النهار دي الوش دوت انت عامله على باترون ولا انت بتمشي بالماشرط الماشرط صح اللي بتمش به لا ده ما فيش ماشرط طب بتمشي بايه على اساس انه هو تعمل الوش كتب هي الاول انا بشف الوش بتشفه؟ مش باترون لا ده انا بشفه مجرد صورة بتاعجبني باخدها باستمر ما تقصر يتحد ولا فنان عشان نحقق الفكريه وكده وبعدين بابدأ امشي عليها بأداية اسمها سويفل نايف السويفل نايف دي اتقادة تغيرها كده زي السكينة بس مش حمي يعني ما بتقطعش الجلد بس تعمل شق للأداية اللي بعد كده اللي هي بتقطعت الدق بقى ان انا امشي عليها وبعد كده ببعمل لها تقبيل نمسك بقى الايد الايد دي اتعاملها من نفس جلد الحزام اللي هو الجاموسي ده اه انا شايفة نوع الجلد ده فعلا ادخن من الجلد ده اه هي طبقه واحدة يعني كل ده جلد ده واحدة وعمل عليها تقنية الدق بالسنابك نحاس معمولة عمولة تديش شكل الزورة فاللي هي الاسلاميك دي ومشي كلها مع بعضها هي الفكرة بس في الاختيار للرسومات انا عندي ناس يعني بتعترض على رسوماتي ان هي مشش فراشة وعصفورة وطائر جميل ما حسب العمين بيحتاج يعني بتنوع بس بحب اعمل يعني افكار بحب اعمل يعني حاجة سبيشل كمان مختلفة شوية مش موضوع حاجة مرعبة والله ولا حاجة بس تبقى لا بس على فكرة شكلها حلو جدا يا اسلام في ناس معترضة يعني في ناس ما تقبلش همالاغلوبية اللي هو بيحب الحاجات الحلمة دي السمبل بسيطة يعني مثلا المعلقة دي انا بحب اوصل فكرة يعني اه ايه بقى الفكرة فيها الفكرة مثلا دي يعني دي ايه تتطاير المنح من خلف المحن يعني انا مثلا عامل ان النار دي المحن اللي بيوجهها الانسان وكل محنة الانسان ربنا بيبتليه بأي ابتلاق بيلاقي نفسه في مواجهة مع نفسه وبيعي فيه تحديات التحديات دي ممكن تطلع منه حاجة كويسة ممكن يتعرف في التحدي ده على صديق يفيده وصديق يوصله لأفكار كويسة صديق ياخد بيده ويطلعه لحاجة كويسة انا بقى دي الافكار اللي هي التروس دي ودي الجنهات دي يعني طلعتوا افكارك وفي الوحن اللي انت ما ساك بحاول وصل رسالة بس برضو الناس لك مرعبة بتاع يعني ماشي انا واحدة واحدة برضو اسلام بشكرك جدا على وقتك فعلا حاجتك جميلة جدا وبجد انا شايفة فعلا ان انت تاخد لقب فعلا كينج الجلود او الماستر زي ما انا شفت البنات معلقلك بشكرك يا اسلام وبجد اتمنى لك احسن شكرا يا اسلام ودلواتي تعالوا نطلع في وصل سريع ونرجع نكمل بحلقاتنا شكرا شكرا شكرا